تحركات مكثفة لإحياء وتوسيع الهدنة وسط تعنت حوثي مستمر تترجمه الميليشيا بهجماتها على المنشآت والمدنيين مجدداً حتى سفراء الاتحاد الأوروبي والدول دائمات العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن كافة الأطراف لدعم جهود السلام وتجديد الهدنة السفراء عبروا في لقاء جماعهم برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم في الرياض عن دعمهم القوي للمجلس أمام التهديدات التي يواجهها في ظل خلافات تعصف به العليم حذر من تداعيات تصعيد الميليشيا ومن نسف مساعي سلام بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء الهدنة وفشل جهود تمديدها في المقابل أقارت الحكومة حزمة أولية من الإجراءات العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي لتنفيذ قرار مجلس الدفاع لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية تطبيق هذه الإجراءات بات الحلقة الأهم في معركة مواجهة ميليشيا الحوثي التي تصاعد مقابل تهديدة حكومية بردع التصعيد دون تدابير ملموسة على الأرض وزير الدفاع كشف عن خطط عسكرية بديلة للتعامل مع الحوثيين في حال انهارت جهود تجديد الهدنة بالتزامن مع تجديد رفع الجاهزية لحماية المنافذ البحرية من قبل وزير الداخلية لكن المشهد على الساحة يقول إن الحكومة تبدو عاجزة في ظل رغبة تحالف السعودي الإماراتي والمجتمع الدولي لإحياء الهدنة وإنهاء الحرب وهو ما يفسر وضع اشتراطات جديدة لميليشيا الحوثي بين الحين والآخر ترجمة نانسي قنقر